اهلا اعزائي المشاهدين ارحب بكم اجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور صلاة انك تتبارك من خلال هذه الحلقة حديثي في هذا البرنامج عن تميز وتفرد المسيحية ويمكن تسألني ليه اخترت هذا الموضوع انا عارف انك بتسأل هذا السؤال خليني اجاوبك على هذا السؤال في الفترة الاخيرة عم بتقابل مع كتير ناس ودايما بسمع العبارة انه يعني كل الاديان بتوصل على السماء وفي اديان سموية الله استخدم كل دين كل واحد او كل نبي برسالة معينة لشعب معين وطبعا يعني بيتكلموا عن المسيحية لكن ايضا بجردوها من الدعمات او الاساسات القوية للعقيدة المهمة والاساس المهم في المسيحية فعندما اتكلم عن تميز المسيحية او تفرد المسيحية خليني اوضح امر كتير كتير مهم في البداية لما بنتكلم عن المسيحية طبعا بنتكلم عن يسوع المسيح طبعا في ديانات كثيرة ويمكن احيانا منسم المسيحية الديانة المسيحية لكن خليني في البداية اقول انه اوكي ديانة مسيحية لكن المسيحية هي اكتر من ديانة مظبوط فيها بعض القوانين والفرائض المعينة وانظمة كنسية معينة بحسب الطواف او الطايفة لكن الشيء الاهم لكل المسيحية من اتفق عليه انه المسيح هي المسيح هو شخص المسيح اذا فهمنا شخصية يسوع المسيح نفهم المسيحية